النهاردة كان فيه حدث مهم جداً في مقر نادي الأهل بالجزيرة قلنا التكريم وقلنا الانتصارات والبطولات والإنجازات على كافة الأسعادة لكن النهاردة فريق كرة اليد رجال وسيدات كان فيه تكريم مهم جداً من مجلس إدارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب البداية كان باجتماع وحرص مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب على تكريم فريق كرة اليد للسيدات بعد النجاحات اللي اتحققت خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولتين الدوري وكأس مصر وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية يمكن قدامنا هي بعض اللقطات والحاجات التي تصورت النهاردة وشايفين طبعا الدروع والكؤوس والإنجازات الطيبة التي اتحققت وشايفين طبعا الشغل الكبير الذي تم في الفترة الأخيرة في قطاع كرة اليد سواء رجال أو سيدات يمكن الكابتن محمود الخطيب على فكرة أكد اعتزازه بما قدمه الفريق خلال الموسم المنقضي وأن مجلس الإدارة كان حريص على توفير كل ما يمكن لتحقيق أفضل الإنجازات فريق السيدات على فكرة بيقوده فنان الكابتن محمد عادل لكن طبعا فيه شغل على مستوى قطاع نشاط كرة اليد كابتن ياسر لبيب فيه مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي فانت فيه هرم بتشتغل من خلاله جهاز فن كرة يد سواء رجال أو سيدات بتروح لقطاع كرة اليد من خلال الكابتن ياسر لبيب بتروح لإدارة النشاط الرياضي من خلال الكابتن خالد العوضي بترجع بعد كده بقى ايه لرأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي فيه سيستم فيه نظام فيه عمل ويمكن حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة النهاردة أن يقرم كل لاعب وكل لاعبة على الإنجازات التي اتحققت يعني ما تشوف فريق السيدات اهو احنا بنشوف بعض اللقطاتها هي على الشاشة والتكريم النهاردة كانت ظهر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة جمعوا الدور والكاس حققوا برونزية كاس الكوس الإفريقية واحنا كمان على مستوى كرة اليد في إفريقيا بنحاول نرجع لرياضة من تاني بعد سنوات طويلة كانت كرة اليد المصرية على مستوى السيدات تحديدا كان بعيد فده شيء طيب جدا المهم كمان أن الكابتن محمود الخطيب النهاردة هو بيتكلم في الإنجاز اللي موجود أشار للكابتن خالد العوض مدير النشاط الرياضي وقال له حضاروا للمسم اللي جاي نجحنا حققنا ولكن مهم جدا يتم التحضير والتجهيز مبكرا للمسم القادم سواء محلي أو قري وليه لا ننافس كمان على المستوى العالمي كمان في حاجة تانية مهمة جدا اللاعبات اللي قدامنا حققوا الفوز في 30 مباراة على التوالي وده رقم مهم جدا لفريق الأنسات لكرة اليد في النادي الأهلي وشغل عالي بصراحة سواء لللاعبات أو للجهاز الفني والإداري والطب